مرحبا برجل جدي اهلا بكم كرت الموت كرجل عقرب شركك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره وصل الى مرحلة قرر بينه وبين نفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبين نفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص مو مستعد فعكس هاي الطاقة عنده طاقة الهروب طاقة النسيان طاقة الابتعاد طاقة انه الهي نفسي بشي ثاني مثل ما تشوفي هني هذا كرت برجل عقرب الموت في الكثير من الاشياء القديمة اللي يجب ان تنتهي او تتحول عشان الروح مكان جديد هذا الشخص قرر انه يروح يمضي قدما ولكن لحد الان ترى ما تعمل مع مشاعره لحد الان ما استوعب ما قرر بخصوصك كرت برج القوس وراها الرجل المعلق شريكك الحين في حالة الهاء في حالة الهاء في حالة صبر في حالة اتباع سياسة النفس الطويل قاعد يثبت لنفس الشيء كبرياء انجرح اوكي مشاعره تجاهك احس عنده نوع من اللوم عنده نوع من الاشتياق ولكن قاعد يقولك انه ما بسبب برج الجدي هذا الشيء صار لو برج الجدي ما سوا انا ما سويت عنده ايضا مشاعر لوم الرجل المعلق ما اخذ سياسة مو بس النفس الطويل تعارف اللي احنا نقول نخلي القدرة على نار هادية لحد ما تستوي الطبخة مو مستعجل مو مستعجل هذا الشيء كله قاعد ينبع من عنادة وتمسكها بالامور لان الرجل هذا معلق متمسك بالشجرة متعلق بالامور لحد الان ما غفر لك اذا انت صدر من جانبك اخطاء او تقصير ما غفر لك نفس الوقت ما تعامل معها مع اخطائك مع اخطاءه في طاقة الهاء لحد الان يشتاقلك لحد الان عنده امل بما انه قاعد يسوي كل هذا الشيء لان لو ما عنده امل وقطع امله منك لان اصلا اخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطاها تخلص منها ما تشوف هنا في طاقة تخلص طاقة رحيل ذهاب مؤقت لحين اشعار اخر هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال خمسة السيوف مو راضي ولكن كان يقول غصبا علي كان لازم هذا الشيء يصير لان اذا الشيء ما صار ما راح احصل اللي ابيه ما حد يقدر افوز في هذا السيناريو سيناريو خمسة السيوف لازم حتى لما تفوز يكون في ثمن يندفع على حساب احد ثاني على حساب شخص اخر راح تفوز لازم مثل ما نقول احنا تقوي قلبك بحيث انه قاعد يقول غض النظر يكون بين الفصال مؤقت او حتى دائم وما اقدر اخسر مرة ثانية اخسرني مثلا اكون في علاقة مقتنع فيها او معاجبتني او او شخص يحاول يتحكم فيني او شخص يحاولنا عند هاي النوع من الطاقة احتمال انك تتعامل مع عقرب قوس عندنا ابراج الهوائية دلو ميزان جوزاء كرت العاشقين العاشقين دره مو دائما نتكلم عن السول ميتز كرت العاشقين هنا يتكلم عن الخيارات في خيارين عند شركك احتمال كبير برج هوائي بس مو شرط ما اخذ طاقة الابراج الهوائية اللي تقول عندي خيار رقم واحد عاشقين فيه اثنين خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا معاجب من الوضع مو مقتنع واواصله انا مو مقتنع في اشياء لازم اضطر اتحملها معاه او اتركها لحد ما اخلي برج الجدي او هو اللي مستحدي يعطيني اللي يقبل شنو الشهر يكان يبي منك بالضبط انت اللي تعرف شنو اللي كان ناكصة شنو اللي كان معاجبة في العلاقة مستعد لنا لدرجة انه يتخلى على العلاقة عشان يحصل على مراده اوكي مو سعيد ولكن هو يقول هذا اختياري وراح اقف بجانب خياري لحد ما احصل اللي ابي عناد اكثر ثلاثة الاخصان شركة قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء all or nothing اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي ولا ابي اي شيء اسمعه عنه ولا ابي حتى اخبار تأتيني عنه رح اهتم بنفسي اطلع في الشمس اسافر اغير اتعرف على ناس اخرين لان هذا الشخص اللي انا اخترته قابل ما عطاني اللي ابي ما فهمني او ما قدرني عنده مشاعر لوم مشاعر ردة فعل السؤال اللي بعده ما هي خطوة القادمة تسع الخماسيات رح يستمر برج العقرب ما يتنازل او ما ما يقرر شيء وبعد ان تشوفه خلاص ينفذ ثوبه ويتخلى عن الشيء اللي يقرره لا برج العقرب ماستر الابراج المائية يبتدي ببرج العقرب كرت الموت ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات مصمم اذا كان رجل اتشوفه مصمم مليون بالمئة ان يعوض خسارته فقده للعلاقة لان انجرح كبرياء ما اقدر احصلك بالشكل اللي اهو يبي يبيك لحد الان احبك لحد الان ايه ما انكر هذا الشيء لكن يبي يحصلك بالطريقة اهو اللي في باله تسع الخماسيات اذا كان رجل مصمم مليون بالمئة انه يفتح لمشروعه وصير صاحب جاه اصير ناجح ما بس اصير ناجح يهتم بشكله اصير رشيق حتى اذا كانت امرأة مصممة انها تهتم بشكلها تهتم بنفسها تضع نفسها فوق الاخرين تصل الى اهداف مو سهل لنا الواحد يوصل لها عند خطوة القادمة مو تجاهك انت خطوة القادمة تجاه نفسها الوصول الى المعالي لوحدي اعوض خسارة علاقة حب بنجاح مالي نجاح عملي نجاح حتى شكلي رضا عن نفسي المزيد منطقة الماء عقرب حوت سرطان فارس الاكوب فارس الاكوب هنا شنو خطوة القادمة يأتيك بكوب من الحب لا احسن شكلي احسن وظيفتي اخلي صيدي يوصل بين الناس ان انا الامير الاعزبة او الاميرة العزبة عشان برج الجدي اخوة اللي اصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغيرات وعند احتمال ايضا ان شوف شخص متزعزع نوعا ما ثقته بنفسه متزعزعة كي انا بيقول رح اول شي احسن من نفسي احسن من دخلي ارتب اموري مع اهلي حتى شكلي بعدين اتوجه نحو الحب بعدين ارد حتى افكر ان افتح صبحة جديدة مع برج الجدي يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية كارت الججمنت خروج الاموات وعودة الاموات الى الحياة بوق اسرافيل يصحون من النوم يطلعون من القبور وبس تغيير شوية في الشكل الرتوش وتحسين لا لا تغيير مليون فلما يعني مثل ما نقول شلو ان القبط صير اسد هاي النوع من التغيير متوجه نحو احداف كبيرة بس ايضا ما اشوفها نحوك انت لا هو شل حاج قدامه اصير انسان احسن احسن من دخلي من شكلي عشان بعدين بتكون عندي فرصة افضل معه شريك برج الجدي لحد الان ما انهم الفايل اللي بينكم ما انهم الامل او مقطع الامل لحد الان الامل مفتوح بس يحس بينه وبين نفسه انه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان يحس انه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع يعتمد هنا من الجنس اذا هو الرجل وهو رح يطلب الرجوع او رد يفتح معاك موضوع اذا انت اذا انت الرجل فهو يتوقع انه عقب ما يحسن من وضعه انت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه يعتمد على الجنس هنا المجموعة اللي بعدها العزاب اول سؤال الشخص القادم بطريقك مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجدي عندنا كرت برج الحوت العالمة شخص احنا نقول عنه سكيتي كتوم ما يتكلم موايد بس مو خجول لا ما يتكلم لانه ياخذ وقت يطالع الناس يراقبهم يفصفصهم يعرف الزين من الشين يقيمهم ذكي ذكي جدا يراقب من بعيد بدون ما ينخرط اوش يراقب من بعيد وقرر هل انت مثلا تصلح لأولاك مهم قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك يحاول يجمع كل المعلومات يتطقص يقيم يبخبارك حتى يلاحظ اسلوبك في الحياة تصرفاتك انت تحب تسافر ما تحب تسافر انت متحرر انت متدين ياخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك عقب يدخل في حياتك عقب كأنه ما احس هنا بعد هذا الشخص اول شي دائما يحاول ان يحصل على ثقة الاخرين اوكي يعرفك على نفسه عن طريق مثلا رسمي يخلي وجهه يصير مألوف في حياتك انه شفتك اذا مرة في كذا مكان بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك عندنا هي طاقة برج الحوت طاقة الابراج الهوائية في السيف الصغير دالو ميزان جوزا الخماسي الاول اللي يكون تقديم هدية عرض احس هذا الشخص حتى لما يبتدي كلمك عن الارتباط او الدخول في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية يمكن هو ايضا برج ترابع عشان شذيه واقعي ورسمي بس يحب يتكلم في التفاصيل انزين؟ يحب يكون صريح معاك من البداية يشوفك هل انت رح توافق متوافق شنو افكارك تتناسب مع افكاره في البداية ما عنده حب عنده لتكتو بزنس خلا نتكلم عن توافقي وتوافقك خلا نقرر او شيء بعدين احنا لاحقين على الحب هذه نوعية الشخص اوكي وظيفته وشكله كرت برج الجوزاء العاشقين الامبراطورة كرت برج الحمل البرج اذكرت ايضا برج العقرب هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة انه يعمل في البناء او المقاولات او على الاقل بيع هذه النوع من المواد التي تستخدم في البناء احتمال ايضا انه عندنا كرت الامبراطورة انه يعمل في مجال الانجاب التوليد الخصوبة عنده عيادة يعمل فيه عيادة بس شيء خص الانجاب والخصوبة والمعالجة اوكي العاشقين مسؤول عن التحليلات مسؤول عن المختبر هذا النوع من الوظائف مختص بالمشاكل الزوجية مختص بالمشاكل النفسية عنده كثير من النضوج مرة وعليه كثير من الازواج عشان تدي تشوف حتى طريقة كلامه معك شوي رسمية في البداية ما يدخل من باب الحب يدخل من باب التوافق والعرض شكله عملي مقبول على اقل تقدير يميل الى الطول اكثر من القصر طوله اما متوسط اما شوي اطول من المتوسط اوكي عائلتها خماسيات يعطيك الخماسي الاول انت تحوله الى ثلاثة الخماسيات على طول انت ايضا تتعامل معه بشكل رسمي بشكل جاد لتكون واضح معه في وضع الخطط يعني بادر ولا تسكت ولا تتغلى لان هذا الشخص فعلا جاد لما يعطيك خماسي توقع ان انت ترد على الخماسي ما لما يعطيك عرض لما يتقرب منك فالطاقة التغلى او الابتعاد او عدم الجدية ما تصلح معه لازم تكون متواجهة لازم تكون واضح انت ايضا معه مثلا انت اعزب ومستعد ان تكون في علاقة تكون واضح من البداية لان هذا الشخص رح يصدق اي شي انت تقول له ويأخذك على محمل الجد انت اللي عندك هني المفتاح ستة الاكواب هذا الكوب يقولك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي لا تقارنب شخص من الماضي ولا تتسوي افتراضات بخصوصه الشخص لانه شوي يحسه غريب يجمع ما بين تقليدي انسان تقليدي وانسان ايضا خلا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب لا تحاول انك تحطه في تحت المجهر وتفهمه صعب انه تفهمه يمكن يكون من الابراج يمكن حوت لان الحوت غامض ما تفهمه بسرعة ما تقدر تتوقع تصرفاته طول الوقت غموض الحوت الكوب الاول لما يأتيك ويعرض عليك هنا ايضا يعتمد على الجنس لما يأتيك ويعرض عليك الحب لا تتبع معه لا طاقة تلاعب لا طاقة تغلي ابدا العكس خليك واضح صريح ودائما كلم عن انت شلون تحس اذا شفت منك خطأ هذا نوع من الاشخاص اذا شفت منك خطأ لا تزعل عليه اذا شفت منك خطأ لازم تصارحه هذا يكون بالصراحه اللي انت سويته حسسني بكذا كذا كذا اوكي لازم تكون مستعدة انه تفتح معه صفحة جديدة انت ايضا احسك انا ما يبرج الجديد عندك اما تعلق او تنتظر او تتامل شخص من الماضي هلا نشوف المرتبطين واول سؤال كيف يراك الشريك عندنا هني دسعة الاخصان سبعة الاكواب طبع القراءة ممكن تكون عكسية السيف الاول شريكك قاعد احس انه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشي عنده حجة عنده حجة عنده قضية عنده جدال يبي يقنعك انه مثلا ام نسافر ننجب ابناء اكثر ام او حتى ما ننجب ابناء في الوقت الحالي ندخل في مشروع معين نتطور في مجال معين عنده قضية عنده شي عنده محادثة من القلب للقلب يريد ان يكلمك فيها لانه يحس انه انت قاعد يتأخر الموضوع في موضوع انت قاعد يتأخره مع الشريك ممكن يكون موضوع ان نكبر العائلة لان اخته خطوة جادة ممكن انت تقول له مثلا لا لحد الان ما امننا مستقبلنا احنا ممستعدين اهلنا ممستعدين عندك تخوف انت متمسك في هاي الشهر نزيل نشوفك ان انت متمسك بالوضع الحالي بالوضع اللي فيه امان المنطقة المعروفة وهو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الاول سبعة الاكواب شريك تعارف وحاس فيك كأنما يشوف ان انت خايف من العواقب ايه عواقب عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه مع هاي المحادثة الصريحة ان مثلا احنا ما يصير نظل في هاي الدولة لازم ننتقل دولة ثانية احنا غلطنا في هاي الشي لازم نعتذر من فلانة انت هنا كأنما خايف مو من الشي نفسه ولكن نتائجه خايف احد يشوفك ان انت ضعيف ان انت مو قوي برج الجديد من الابراجة القوية اللي تتحمل خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا يحاول شركك ان يطرح عليك وهو يشوف عندك نوع من التخوف مو متشجع كثرة الى ان تخطو خطوة الى الامام اوكي خلا نشوف السؤال اللي بعده ما هي النقاط قوتك في العلاقة ثمان الخماسيات اكثر شخص متجتهد اكثر شخص يستمر في الاجتهاد سهل انك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة برج الجديد لانه قوي لانه يتحمل يستمر ثمان ساعات انت مو تجتهده هاي من النقاط قوتك في العلاقة مع الشريك ما تستسلم بسهولة وتقول كل شي تقول خلاص مع السلامة ما تزعل بسرعة انسان منطقي واقعي لانه يطاقة الخماسيات سبعة الخماسيات باقي الابراج لما يمثلا يشوفون عقبة يشوفون صعوبة يشوفون ان الموضوع اللي جدامهم حلمهم رح يطول يستسلمون يتعبون ييأسون مو انت انت الثابر وتتخطي كل العقبات هذا من نقاط قوتك في شراكتك وايضا كأنه محسيني ما تاخذ لا احد يقولك لا مو معناتها انه خلاص رح تاخذ اللأ مالتهم وتعيش فيها لا ما تقبل اجابة لا تظل الثابر وتحاول الا ما تخترق شيء الا ما تحقق اللي في بالك عيناتك في محلة عندنا كارت برج السرطان العربة تشوف من نقاط قوتك ان ان دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك احس ان اهو مميز و ان اهو فخور فيك و ان انت يمكن الاعتماد عليك و ان ان انت قوي الحصان ايضا رمز القوة والسرعة هذه من نقاط قوتك في العلاقة ام خلا نشوف كيف التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس عندنا كارت الامبراطور السيف الصغير و كارت القوة كارت برج الاسد تقريبا هني عندنا طاقة جميع الابراج فما رح احدد برج معين هني برج الاسد وهني عندنا الامبراطور برج الحمل التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس انت مثل ما قلت لك اما انت اما الشريك في طاقة هني شخص الامبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع انه مثلا يغير في شيء يببي يضل على الوضع الحالي واحد منكم يببي يكبر الاسرة واحد منكم يببي ينتقل مثلا من بيت العيلة واحد منكم يببي يدخل في الزواج الثاني مو مستعد الثاني يقول وضعنا تمام وضعنا امان ليش نغير لما احنا مرتاحين الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر ثماني رح يحاول حتى لو على الاقل بدايات التغيير يجلبها للشريك ممكن انت ممكن شريك هني سيفة صغيرة تحاول ان تستفز او يستفزك حتى يقنعك عنده حجة سيفة الاول لسيفة صغيرة عنده حجة يحاول يقنعك فيها يحاول يخليك لان تشوف مو قتلك مجتهد مو قتلك قوي انت شريكك يعترف هنا ان يحتاج الى انك تكون معاه 100% متفق معاه وتؤمن حتى بالوجه اللي حاطنها بالمكان الجديد عشان العربة تمشي العربة ما تمشي بحصان واحد فلازم تكون مقتنع عشان تعمل معاه سيكون احس شهر مليء بمحاولات الاقناع والنقاش بينك وبين الشريك في واحد رح يكون اثنينكم عندك كرتين ميجر كرتين رئيسيين واحد برج الاسد واحد برج الحمل لكن احس هنا طاقة برج الحمل اهو اللي بعد يتصرف شذيه بدافع الخوف طاقة برج الاسد اهو اللي صاير شجاع اكثر يحب المخاطرة اكثر ويعتقد انه اهو الصح وفعلا نحس انه اهو صح اكثر يطلب شي في تغيير يطلب شي في انتقال ومتمسك ايضا براية ولكن ما يبيضغط عليك ويت رح يحاول انه يقنعك بطاقة السيوف ترى مو بطاقة الحب بطاقة الاقناع الكلام المناقشة شهر مليء بي انه شريكك بشكل خاص وهو اللي يتحداك في رأيك وهو اللي يتحداك في وجهتك احسنت هنا اشتركوا في القناة